هنا عاشت مديحة كامل فتاة أحلام جيل السبعينيات والثمانينات اتصنفت أنها أجمل وجه في تاريخ السينما المصرية وانفرضت بنوع خاص من الموهبة والرقة والجمال والجاذبية الشديدة لمع تعنيها سحرت قلوب الملايين الوحيدة اللي جمعت بين البراءة والأنوسة الطاية قدرت بجمالها الرباني وروحها الشفافة تدي للجمال معناه الحقيقي مديحة كامل هي واحدة من أهم نجمات السينما المصرية عاشت حياة درامية بالزبط زي أفلامها واللي كان واضح جدا في عيونها الحزينة ورغم المجد والنجومية وحب الناس الكبير جدا لها إلا أنه دايما كان فيه شيء ناقص جايز الحب اللي فضلت تدور عليه طول حياتها لكن الأكيد أن مديحة كامل نجمة عشقها الجمهور وفاعتزالها احترم قرارها ورغبتها أما رحلها ففضل لحد النهاردة حكاية الكل بيتكلم عنها إحساس غريب هتحس بيه لما تشوف المكان اللي عاشت فيه أيقونة الجمال مديحة كامل واللي شهد على صعودها للقمة ومجدها الفني وكمان شهد على سنين الزهد والاعتزال والبعض عن الأضواء هنا المنزل اللي عاشت ورحلت فيه أميرة السينما وجميلة الفن مديحة كامل ولو لسه مكمل معايا الفيديو لحد دلوقتي فأنا بشكرك جداً وبفكرك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد الحب ممكن يجمل كل حاجة ويغفر كل حاجة ويبني كل حاجة لأن بالحب بتقدر تتسامح بالحب بتقدر تفهم بالحب بتقدر تتكلم بالحب بتقدر تفكر وتحلم وتبني أمال كبيرة وحاجات حلوة بنت حلوة وزي الأمر شاطر تقولي انكساحة ومشلولة إيه يعني حافظ عصاها مسكها فقادة أنا سادتي عزيز وبحادة تبني مش عارفة قيمة نفسي لا أعارفة قيمة نفسي كويس بس اللي بحبه أين وزيخة وتدب فيها رصاصة أه أبو تيدي أبو تيدي أبو تيدي ولدت مديحة كامل في 3 أغسطس سنة 1946 بالأسكندرية ولدها كان بيمتلك مجموعة من مضارب الرز وأسرتها كانت مرتاحة مديا جدا اتعلمت في مدارس الراهبات وكانت بتعشق الفن والسباحة وعرفت من صغرها إن الحياة زي السباحة بالزبط لازم تعرف قواعدها كويس وإلا هتغرق وفي مدرسة الشضي الأعدادية ظهرت موهبتها في الجنباز وكرة السلة والسباحة وكانت بتعشق التمثيل واشتركت في مصرحية ربعة العدوية في المدرسة وحصلت على كاس الجمهورية في التمثيل واللي سلمها الكاس هو الفنان حسن مصطفى واللي كان بيشتغل في وزارة التربية والتعليم في الوقت ده وأخدت المركز الأول في التمثيل بالصدفة وهي خارجة من المدرسة قبلها طالب في كلية الزراعة وأول لما شافها إنبهر بجمالها ورقتها وطلب منها إنها تمثل معاه في مصرح الجمعة والمفاجأة إن الطالب ده كان سمير غانم واللي كان أول من اكتشف موهبة مديحة كامل لفتت مديحة كامل الأنظار بجمالها ورشقتها من وهي صغيرة لدرجة إنها حصلت على لقب فتاة الشاطئ في واحدة من المسابقات على شاطئ الأسكندرية وهي عندها 16 سنة ونزلت صورتها على غلاف مجلة الكواكب ومن هنا جالها فرص كتير تشترك في عروض الأزياء وكمان في التمثيل لكن والدها كان رافض تماماً فكرة التمثيل لإنه خايف عليها من الوسط الفني وعلشان يراضيها خليها تشترك في بعض عروض الأزياء لكن فضل حلم التمثيل جوها بيكبر كل يوم سنة 1962 سفرت مديحة كامل القاهرة مع والدتها بعد انفصالها عن والدها وده فتح لها فرصة إنها تقدم برامج في إذاعة القاهرة ولقيت إن الحل الوحيد علشان تحقق حلمها في التمثيل إنها توافق على الزواج من أحد أصدقاء والدها اللي وعدها إنه هيخليها تمثل وفعلاً اتجوزت مديحة كامل من صديق والدها رجل الأعمال محمود الريس وهي عندها 16 سنة تقريباً وبالصدفة شافها المخرج أحمد ضياء الدين في الأسانسير وعرض عليها التمثيل وفعلاً قدمت مديحة كامل فيلم فتاة شازة سنة 1964 بطولة رجدي أوازة وشويقار وأحمد رمزي وده كان أول عمل لها في السينما وحملت مديحة كامل وهي في السنوية العامة وكانت والدتها مرافق لها في كل مراحل حياتها وبتعتني بيها وبعد امتحانات السنوية العامة والدت مديحة كامل بنتها الوحيدة مريهان ودخلت مديحة كلية الأداب قسم فلسفة جمعتين شمس وزادت الخلافات بينها وبنزوجها بسبب غيرته الشديدة عليها وطلب منها تسيب الفن وتتفرغ لحياتها الزوجية فقررت تنفصل عنه بعد ثلاث سنين زواج وفي سنة 1966 قدمت فيلم 30 يوم في السجن مع فريد شوقي واللي قدمها بشكل كويس جداً للجمهور لكن زواج مديحة كامل في سن صغير وطلقها وهي أم لطفلة رضيعة أثر على دراستها بشكل كبير وما قدرتش تكمل امتحانات الجامعة بسبب رعايتها لبنتها وقدمت أعتذار للكلية ورغم صعوبة التجربة لكن في نفس الوقت شخصيتها بقت أقوى وما بقاش والدها بيتدخل في حياتها وفي الوقت ده اشتغلت مديحة كامل في مجال عروض الأزياء لفترة قصيرة وفي سنة 1967 اتجوزت مديحة كامل للمرة التانية من المخرج شريف حمودة وافتكرت إنه هيساعدها في مشوارها الفني خصوصاً إنه كان مساعد مخرج لكبار المخرجين زي نيازي مصطفى وحلمي رفلة لكن ده محصلش وكان بيتحكم في اختياراتها واتطلقت منه بعد فترة قصيرة جداً وكانت مديحة كامل في الفترة دي بتشارك في أفلام في مصر ولبنان بصراحة كده ما كانتش أحسن حاجة فكانت بتقدم فيها بعض المشاهد الجريئة وبسببها اتصنفت بإنها ممثلة إغراء لكن الحسنة الوحيدة فيها إنها ساعدتها في الانتشار بشكل كبير وفي سنة 1968 اتعرفت على المحامي جلال الديب وحبته جداً وتجوزه وعاشت معاه هي وبنتها مريهان وعمرها 6 سنين وكان بيحبها جداً وبيعملها زي بنته بالزبط خصوصاً إنه كان متجوز قبل كده وما عندهوش أولاد وعيشوا مع بعض حياة سعيدة جداً لحد ما حصلت له مشاكل مع الدولة بعد صورة التصحيح سنة 1971 وكان مضطر يسافر ورفضت مديحة إنها تسافر معاه وتسيب بنتها وأهلها وكمان حلمها في التمثيل ورغم إن جلال الديب كان الحب الحقيقي الوحيد في حياة مديحة كامل لكنها انفصلت عنه وما تجوزتش تاني بعده رغم عروض الزواج الكتير والمغرية وعيشت واحدة من أجمل نساء السينما العربية وحيدة من غير حب ولا جواز وقرست حياتها بالكامل لولدتها وبنتها الوحيدة مريهان وكانت أم حنونة جداً وفي نفس الوقت صارمة جداً لأنها بتقوم بدور الأب والأم وكانت بتتابع بنفسها موعيد النوم والمذاكرة لبنتها مريهان وبتاخدها معاها في أي سفرية زواج مديحة كامل في سنة صغير والمسئولية اللي تحملتها بدري خليها تتأخر جداً عن باقي زميلاتها اللي اتدوا معاها مشوارها الفني وبقت كل الأدوار اللي بتتعرض عليها أدوار تانية لدرجة إنها يقسد جداً إنها تيخد دور البطولة وفي الفترة دي اتعرضت مديحة كامل لصدمة كبيرة بسبب وفاة أخوها مصطفى وعمره 17 سنة بعد شهر واحد بس من إصابته بسرطان الدم حزنها على أخوها كان كبير جداً لدرجة إنها أصيبت بجلطة في رجلها سنة 1975 أثناء تصوير مسلسل الأفع ومع العلاج اتحسنت وكملت أعمالها الفنية وفي سنة 1977 اتعرض مسلسل الأفع وبالصدفة شافها المخرج كامل الشيخ على شاشة التلفزيون وعجبته جداً وعرض عليها البطولة المطلقة في فيلمه الصعود إلى الهاوية مع الفنان الكبير محمود ياسين لكن كل أصحابها حذروها من الفيلم ده لأن دورها في جاسوسة والجمهور ممكن يكرهها خصوصاً إن الدور ده رفضته سعاد حسني ونجلاء فتحي وميرفت أمين لكن بالرغم من كده أصرت إنها تشارك في الفيلم وكانت شايفة إن ده آخر أمل لها في السينما علشان تثبت نفسها وتاخد أدوار البطولة وفعلاً قدت مديحة كامل دور الجاسوسة هيبا سليم المأخوز عن قصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات العامة المصرية وتعرض فيلم الصعود إلى الهاوية سنة 1978 ونجح الفيلم بشكل مذهل وفضل مشهدها الأخير في الطيارة مع محمود ياسين واحد من أجمل المشاهد في تاريخ السينما المصرية ده الهرب وده النيل دي مصر عبر واستمر عرض الفيلم 43 أسبوع في السينما وطبعاً ده رقم خيالي وحققت نجاح فاء كل التوقعات وكان أول خطوة لها في عالم النجومية المطلقة وأصبحت مديحة كامل من أهم النجمات في مصر وبقت قادرة تنافس مع جاملات الشاشة ميرفت أمين ونجلاء فتحيه وقدمت مجموعة كبيرة من الأفلام المميزة زي امرأة قتلها الحب والرغبة وعيون لا تنام وفي سنة 1981 قدمت فيلم العرافة مع صديقها الموسيقار عمر خرشد وده كان آخر فيلم ليه لأنه في نفس السنة ميت عمر خرشد في حادث سيارة بشع أنهى على حياته تماماً وأصيبت بعدها بحالة من الانهيار والاكتئاب الشديد لأنها كانت شهدة على الحدثة بنفسها وفقدت أخوها وصديق عمرها عمر خرشد سنة 1982 تم التعاقد مع الفنانة مديحة كامل على بطولة فيلم العار علشان تقوم فيه بدور رؤى وده لأنها كانت أفضل ممثلة ممكن تقدم الدور ده ووافقت مديحة كامل لكن شرطها الوحيد أن مساحة الدور تكبر شوية علشان يتناسب مع حجم نجوميتها وكمان اسمها ينزل على التتر بعد نور الشريف وقبل محمود عبدالعزيز وحسين فهميه لكن مخرج الفيلم علي عبدالخيلق رفض أي تعديل واضطرت مديحة كامل أنها تعتذر عن الدور قبل التصوير بيومين وروح الدور لنورة علشان يكون فيلم العار أهم أعمالها في السينما على الإطلاق وقدمت في الفترة دي مجموعة جبيرة من أهم الأفلام في السينما المصرية زي بريقة عينيكي مع نور الشريف وحسين فهمي سنة 1982 ولكن شيئا ما يبقى مع محمود عبدالعزيز ونورة سنة 1984 وانحراف برضو مع نور الشريف ونورة سنة 1985 ملف في الأداب مع فريد شوقي وصلاح السعداني سنة 1986 وغيرها من الأفلام الكتيرة وقدرت بموهبتها الكبيرة تأسر قلب جمهور السينما وأصبحت مديحة كامل فتاة أحلام جلها بالكامل وبسبب الإرهاق الشديد أصيبت مديحة كامل أثناء التصوير بجلطة للمرة التانية في الصاق اليسرى ودخلت بسببها المستشفى وكانت حالتها النفسية سيئة جدا والحزن مال يعنيها واللي كان سبب في الجلطة اللي تعرضت لها واضطرت إنها تعتذر عن أعمال كتير كانتها تشارك فيها زي الحب فوق هضبة الهرم وإمرأة مطلقة وأول ما حالتها الصحية تحسنت عملت حلقة خاصة في برنامج نجم وصهرة سنة 1985 وتكلمت فيها عن صديق عمرها ملك الجيتار عمر خرشد كبرت بنتها مريهان وبأوزي الأصحاب خصوصا إن فرق السن بينهم أصلا مش كبير وزيت خفها عليها أكتر لدرجة إنها كلما تخرج كانت تفضل تتباها بالتليفون لحد ما ترجع ورثت مريهان الفن والزوء الجميل من مديحة كامل وبعد ما تخرجت من كلية التجارة أصبحت مصممة أزياء وأكبر دعم كان ممكن تقدمه مديحة كامل إنها تلبس فستين من تصميم بنتها مريهان علشان تستلم به جايزة لأحد أفلامها سنة 1986 أصيبت مديحة كامل بالروماتويد واللي فضلت تعاني منه باقي حياتها فترة التمانينات بالنسبة لمديحة كامل كانت من أقوى فترات حياتها الفنية مجرد اسم مديحة كامل على الأفيش كان ضمون كافي جدا لنجاح أي فيلم ده غير إنها بتجمع بين الاحترافية والطلقائية في نفس الوقت يعني لو الدور مش محتاج مكياج كانت بتعمل ده عادي جدا لإن أصلا جمالها الطبيعي مش محتاج مكياج حتى علاقاتها بزميلها في الوسط الفني كانت جميلة جدا ومش هتلاقي أبدا ولا مشكلة بينها وبين أي حد وكانت طيبة وحنينة جدا مع العمال في الاستوديو وزي ما كانت مديحة كامل واحدة من أهم نجمات السينما في جلها قدرت من خلال المسلسلات تحجز لها مكانة خاصة جدا في قلوب كل الأسر المصرية اللي كانت بتقعد قدام التلفزيون تستنى تشوف دورها وتلقائيتها في مسلسل البشاير مع محمود عبدالعزيز سنة 1987 وبالمناسبة كانت طلعة فيه من غير ولا نقطة مكياج ورغم كده جمالها الطبيعي الرباني خطف عيون وقلوب كل محبيها الحقيقة مديحة كامل مش بس كانت فنانة وممثلة موهوبة جدا كمين بتحب الرسم واللوحات دي هي اللي رسمتها وموجودة في بيتها لحد النهاردة ده غير إنها بتكتب شعر وخواطر تجنن ولما تسمعها وهي بتتكلم هتعرف قد إيه كانت شخصية رقية ومثقفة جدا وبالرغم من كده عيشت مديحة كامل طول حياتها تبحث عن الحب ومع نهاية التمانينات قررت مديحة كامل إنها تعمل مشروع يوفر لها دخل سابت تقدر بيه تستغنع عن أي عمل مش مناسب لها ولإنها كانت شيك جدا وعندها زوق في الألوان فقررت تعمل مشغل تريكو مع بنتها مصممة الأزياء مريهان محمود الرئيس ورغم إن مديحة كامل كانت مرتبطة في ذهن الجمهور بأدوار الإغراء لكن ربنا وحده هو اللي عارف قلوبنا كويس وقدر يرسم لحياتنا طريق مختلف تماما عن تفكيرنا المحدود ويبدل أحوالنا 180 درجة سنة 1989 وأثناء تصوير فيلم العجوز والبلطاجي قالت مديحة كامل للنعقدة ومؤلفة الفيلم مجدى خير الله مش معقول أموت في نهاية الفيلم فطيس كده حاسة إن في حاجة المفروض تتقال قبل ما موت رحت الكاتبة مجدى خير الله في نفس الوقت قعدت وكتبت مشهد فيه مناجية بينها وبين ربنا قبل ما تموت وبدأت مديحة كامل تقرأ الدور وتفاجئت مجدى خير الله بصديقتها مديحة كامل بتبكي الجد من قلبها وهي بتقرأ المشهد والنتيجة إن المشهد طلع حقيقي جدا بالشكل ده تفتكر يا عبدو ربنا مش هيتوب علي ويساعدني يا رب وفي سنة 1990 قدمت مديحة كامل واحد من أهم أفلامها وهو فيلم العفريط مع النجم عمر دياب والحقيقة إن ده مش مجرد فيلم على الأقل بالنسبة لي فيلم العفريط مرتبط معايا ومع جيل التمانينات والتسعينات بذكريات الطفولة الجميلة هو مين فينا محبش مما كريمة وقلبه تقطع عليها وهي بتدور على بنتها سنة 1991 اتعرضت والدة مديحة كامل لغلطة في المخ وفي أيام بسيطة قدر المرض يغير ملامحها بشكل كبير وهنا أدركت مديحة كامل إن الجمال زائل مهما كان وفي سنة 1992 وأثناء تحضير مديحة كامل لفيلم بوابة إبليس في يوم كانت في مكتبها ومعها مؤلف الفيلم محمد البسوسي وكان يوم برد ومطرة جديدة اتفاجئ المؤلف محمد البسوسي بمديحة كامل وهي بتفتح الشباك وأعدت تكلم ربنا وهي منهارة من العيوات وبتقوله يا رب انت ددتني كل حاجة جمال ونجمية وحب الناس وأنا عمري ما ديتك أي حاجة أنا جيالك قريب وهنا حس مؤلف الفيلم إن في شيء ما هيحصل مع مديحة كامل ولزروف انتجية توقف تصوير الفيلم لفترة قصيرة وبعدها قرروا استكمال تصويره وكان في شهر رمضان لكن المفاجأة إن مديحة كامل كلمت مؤلف الفيلم محمد البسوسي وطلبت منه يجي لها البيت وأول لما شافها لقاها حط إشاربة على شعرها وافتكر إن دي مجرد طقوس لشهر رمضان وتفاجئ وهي بتقوله أنا قررت اعتزالي ومش هقف قدام كاميرا تاني حاول مؤلف الفيلم إن يوصل معها لأي حلول لكنها رفضت كل الاقتراحات وكان قرارها بالاعتزال حاسم ونهائي وبالفعل اعتزلت مديحة كامل نهائيا سنة 1992 بعد مشوار فني قدمت فيه أكتر من مئة فيلم وخمستاشر مسلسل وخمس مسرحيات هي للمخرج عادل الأعصر إنه فعلا قرار اعتزال مديحة كامل قنوارتها كبيرة جدا لفريق العمل بالكامل لأنها بطلت الفيلم وما كانتش صورت غير نص ما شاهدها فيه بس وبالرغم من كده إلا إن المنتج إبراهيم شوقي احترم رغبتها ومرضيش يرفع عليها قضية ولا ياخد أي إجراء ضدها وقرر المخرج عادل الأعصر إنه يكمل تصوير مشاهد الفيلم بدبليرة للفنانة مديحة كامل وفعلا قدر يكمل الفيلم وطعرط سنة 1993 وأصبح بوابة إبليس هو آخر عمل قدمته مديحة كامل في حياتها خبر اعتزال مديحة كامل حرفيا هزل وسط الفني بالكامل وصدم جمهورها اللي اتحرم من فنها وطلتها خصوصا إنها اعتزلت وهي في عز مجدها ونجوميتها ولكن بعد الاعتزال أصيبت مديحة كامل بمية على الرئة وضعف في عضلة القلب بسبب الروماتويد اللي كانت بتعاني منه سنين طويلة وفي سنة 1993 اتجوزت بنتها الوحيدة مريهان وما قدرتش تعيش بعيدة عن أمها أكتر من شهرين ورجعت عاشت معاها هي وزوجها في شقة مديحة كامل في المهندسين واللي ما زالت بنتها مريهان عايشة فيها هي وأولادها لحد النهاردة عاشت مديحة كامل بعد الاعتزال حياة هادية وكانت متصلحة جدا مع نفسها لعمرها تنكرت لأي عمل شاركت فيه ولا طلعت تشتم في الفن والفنانين ولا مرة فكرت تتاجر بتجربتها في الاعتزال وفي سنة 1997 انتهى آخر فصل في حياة فاتنة السينما مديحة كامل فجر يوم 13 يناير الموافق 4 من رمضان اتصحرت مديحة كامل وبعدها كلمت كل أصحابها القريبين في التليفون وفضلت تحكي معاهم لحد قرب الفجر وبعدها صلت الفجر جماعة مع بنتها وزوج بنتها مريهان ودخلت تنام وزبطت المنبه على الساعة 12 علشان صدات الظهر مرت الساعات ودق المنبه الساعة 12 الظهر وفضل يرن بشكل متواصل فدخلت مريهان تصحيها علشان تصلي الظهر كعادتها في مسجد مصطفى محمود لقيتها نيمة وجنبها كتاب في صورة البقرة اللي كانت بتحفظها في الفترة دي فحاولت مريهان تصحيها لكنها مش بترد وما خطرش ببلها ابدا انها ممكن تكون ماتت وبسرعة جيبت الدكتور من معهد القلب جنب البيت علشان يعلن وفاة مديحة كامل وعمرها 50 سنة وانهارت مريهان تماما واصيبت بصدمة عصبية لدرجة انها كانت رفضة تماما فكرة ان خلاص امها ماتت ومن رحمة ربنا وحكمته ان مديحة كامل رحلت وعاشت والدتها المصابة بجلطة في المخ واللي كانت سبب في اعتزال مديحة كامل الفن وحضرت الام الجنازة وهي مش مستوعبة ولا مدركة بسبب الجلطة ان دي جنازة بنتها وبعد وفاة مديحة كامل لقيت بنتها في الدولاب بتاعها مجموعة من الكتيبات الدينية اللي بتتوزع صدقة في عزاء المتوفي كانت مديحة كامل طبعتهم من غير متقول لحد وفعلا قاموا بتوزعها بعد وفاةها ده غير انها اكتشفت اعمال خير كتير جدا كانت بتعملها وما في الخفاء ولان مديحة كامل كانت ايكونة الجمال في السينما المصرية فكان من الطبيعي ان كل عشاءها يركزوا في ادقة تفاصلها واكتر حاجة كانت غريبة وملفتة هي سلسلة مديحة كامل وهي سلسلة بسيطة على شكل قلب كانت لابساها دايما وظهر معها في كل اعمالها وده معناه ان السلسلة دي خاصة وغلي عليها جدا وبدأت الناس تربط بين نظرات الحزن اللي كانت بتدريها وراء ابتسامتها وبين السلسلة وقالوا ان السلسلة دي اهداها لها حبيبها قبل استدعائه في حرب الاستنزاف وقال لها لو حصل لي حاجة اتجوزي وعيش حياتك بس لو ممكن ما تقلعيش السلسلة دي ابدا علشان تفضلي فكريني وفعلا استشهد خطبها لكن فضلت هي على وعدها معاه وما قلعتش السلسلة نهائي وكانت دايما بتعرف ازواجها باهمية السلسلة دي عندها وانها مش هتقلعها ابدا لكن بعض المصادر اكدت ان بنتها مريهان محمود الريس نفت القصة دي تماما وقالت ان السلسلة دي اشترتها مديحة كامل من سويسرا وبعد ما قدمت بيها بطولات وشهدت على نجاحات كبيرة فقررت انها ما تقلعهاش ابدا لدرجة انها لما تقطعت منها راحت صلحتها وهي في رقابتها من غير ما تقلعها ورغم مرور السنين على رحيل فاتنة الشاشة مديحة كامل الا ان محدش قدر ينسى افلامها ولا ملمحها رائية وعن قصة اعتزالها ورحلها فضلت الناس لحد النهاردة تحكي وتتحكي بيها وفضلت ايقونة الجمال مديحة كامل وجه جميل وسيرة طيبة وتاريخ سينمائي محفور جوانا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر